السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اليوم اليوم يومي واحد من أقوى الأجهزة المتوسطة الي نزلت بالسوق شاومي ريتمي نوت 12 برو 5 جي هذا الجهاز بصراحة فاجعني بأداءه خصوصا بالألعاب واستهلاكه للبطارية وحرارته فذا نعمل تشتري تليفون بين الـ 160 إلى الـ 170 دولار وحاير شنو تختار أنصحك يشوف هذا الفيديو للنهاية لأن عذبت تعذيب كامل واختبارته بأقوى الألعاب اللي موجودة حاليا بجر جوجل بلاي فكامل يومي هاي الفيديو للأخير حتى تعرف كل ميزاته وعيوبه ويستهل هذا الجهاز تشتريه أو لا هذا اللي رح اجاوكم عليه في هذا الفيديو لايكك واشتراكك ويومنا نبلش أنا محمد وهنا نبيكم في فيديو اليوم أصدقائي رح أبدو ويا العقل اللي يشغل هذا الجهاز هو المعالج وهذا الأول مرة ينزل بجهاز بأسواقنا اللي هو من ميدياتيك هذا المعالج معماريته 8 متر ومدعوم بمعالج رسومه هو المالي جي 68 منظومة التبريد الشبيرة والمضبوطة صح تخليك تشغل أي تطبيق وأي لعبة وحرارة الجهاز ما تصعد الأكثر من 38 درجة هذا اللي رح تشوفوه فد شوية طبعا هنا الجهاز يجب رام 8 جيجا بايت ومساحة أخزين داخلية 250 جيجا بايت طبعا الرام من LPDDR4X وذاكرة داخلية من نوع UFS 2.2 اختبارت هذا الجهاز على منصات اختبار الأداء وعلى منصة الانتوتو وحقق ما يعادل 426 ألف نقطة وبصراحة هذه نتائج رهيبة جدا الجهاز بنفس هذا السعر وكيد السرح تسأل هذا المعالج ما يقارن من معالجات Qualcomm بكل بساطة يا صديقي هذا المعالج اللي موجود هنا يوازي معالج Qualcomm اللي موجود على A73 وأيضا البوكو X5 من شاومي نفسه قد فارق قليل تفوق Qualcomm لكن بشكل عام والنتائج الكلية تفوق بسيط جدا من معالج Qualcomm وطاني نتائج ممتازة وداء رهيب خلال تجربة الاستخدام ولهم أنه واجهة شاومي 114 تحسنت بشكل كبير عن الواجهات السابقة اللي جربتها سواء من ناحية الانيميشن أو تقدر تفتح اكثر من تطبيقه بنفس الوقت بصراحة مش فت اي لاق أو تعليق خلال فترة استخدامي أصدقائي قبل من ندخل باختبار الألعاب وجه قد فريمات وجه قد حرارته خلنا أخذ نظرة سريعة على الشاشة اللي موجودة هنا أصدقائي الشاشة هنا واحدة من أجمل الشاشات اللي موجودة بالفيلم توسطي أمولد قياسة 6.6 ستة سبعة انج تقتها فل اج دي بلس وبكثافة بيكسلات ممتازة 395 بيكسل لكل انج شاشة فلات من كل الأطراف ما بيها أي نحناء وبسطوع شاشة 900 شمعة وهذا رح يخليك تقدر تستخدم بالتليفون بره البيت براحتك والأهم منه الشاشة هنا تدعم لك تقنية دولبي فيجين والأج دي ارتين بلس هذه التقنيات نشوفها بالأجهزة اللي يعبر سعرها 400 و 500 دولار شاومي حطت انها بهذا الجهاز وأيضا عندك تردد عالي 120 هيرتز خلي عندك تصفح وتنقل بأن واجهات النظام سلس وسريع لكن هذا التردد ما رح تستفاد من عنده بكل الألعاب الألعاب معينة مثل ببجو موبايل والقالة في ديوتي ما رح تقدر تشغل أكثر من ستين فريم على هذه اللعبة لأن مطورين اللعبة لحد الآن مدعمين هذا التردد على هذا الجهاز ايضا على الشاشة موجود عندك طبقة حماية من كورنقورولاقلاس من الجيل الخامس وكيد اللي يكمل التجربة والشاشة الجميلة هنا عندك سماعات استيريو سبيكر ألوية وسفرية الصوت حلو وعالي لكن هنصحك أن تنصي درجة أو درجتين حتى يكون الصوت صافي ونقي قدامك تعالوا خلا سمعكم نموذج التجربة الصوت اللي موجود على هذا الجهاز سمعوا يا ايا موسيقى 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 تعالوا خلن نختبر أقوى الألعاب اللي موجودة على جوجل بلاي أول لعبة جربتها هي بوبجو موبايل اللي غالبية الناس يستخدموها والشباب ليستخدموها صح اللعبة شوية صارة القديمة لكن هو الشباب بدي يسيلوني عليها وكم فريم يشغل كل جهاز ده نزله فهل خلنبدأ أول شي بوبجو موبايل أول شي أصدقائي جبت هذا المحرار اللي تشوفوه أمامكم وقصة حرارة الجهاز ومثل من تشوفوها 27 درجة وأيضا البطارية فولتها 100% أول شي شغلت لعبة البوبجي على أعدادات سموذ وأيضا على فريمات اللي هي الاكستريم وبهاي الأعدادات اطلتني 60 فريم مثل ما تشوفوه أمامكم مظاهرة على الشاشة بدون أي تقطيع أو لاق لعبة سلسة وسايحة بيدي أما منعليت الأعدادات على HDR وعلى فريم ريت وغاي هنا الفريمات نزلت إلى 40 فريم بالثانية لكن مثل ما تشوفون كرافكس اللعب أكيد هنا صار أحلى ظليت ألعاب لمدة 35 دقيقة وبعد 35 دقيقة لعب حرارة الجهاز ارتفعت إلى 34 درجة سواء الشاشة أو الظهر وبطارية الجهاز نزلت إلى 92% يعني فقد 8% أما ذا جاني على اللعبة الثانية اللي هي Call of Duty فهنا اللعبة تشتغل عندك على الإعدادات الموجودة ولعبتها بالطريقة مرة لعبتها ملتبل ومرة لعبتها باتل راير وبكل الأحوال ألطتني 60 فريم ثابتة وبعد نص ساعة من اللعب هنا ارتفعت حرارة الجهاز إلى 37 درجة والبطارية نزلت إلى 79% أصدقائي قبل ما نكمل اختبار باقي الإلعاب خليني نشوف بطارية هذا الجهاز هنا البطارية ساعتها 5000 في الـ MBR تدعم شحن سلكي سريع من الشحنة اللي موجودة بالباكيت مثل ما تعرفون شاومي ومو صديقة البيئة مثل غير الناس قدرة 67 واط تفاولك الجهاز من صفر إلى 100% خلال 50 دقيقة تقريبا أداءها بصراحة ممتازة في فضل المعالج الحديث والمعمارية الحديثة تقريبا أكثر مثل الساعات استخدام متواصل ومكثف البطارية نزلت 50% بس وإذا استخدامك متوسط فتعبرك اليوم وبراحتك ما تحتاج تعد شحنها مرة ثانية نجح سنكمل اختبار الألعاب ونشوف اللعبة الثالثة اللي هي الابكس ليجند هاي اللعبة تشتغل بأدادات قوية وتستهلك موارد عالية من الجهاز أول شي شغلتها باعلى الأدادات الموجودة الطتني 40 فريم بين ال40 وبين ال42 فريم لكن مقللة الدقة وحالية الفريمات هنا أنا الطتني 50 فريم على طول اللعبة مثل ما تشوفون النتائج أمامكم وبعد نص ساعة من اللعب حرارة الجهاز هنا 35 درجة والبطارية نزلت إلى 68% وأخر اللعبة جربتها هي اللوست نايت بصراحة اللعبة حلوة وجميلة وأيضا حجمها تشبير وتستهلك موارد من الجهاز نصحكم تجربوها شغلتها باعلى الأدادات الموجودة ولعبتها لمدة نص ساعة وطتني 60 فريم ثابت طول مدة اللعب ما شفت أي تعليق أو لاق واللعبة سلسة وسايحة بيدي المهم بعد نص ساعة أجيت قسط حرارة الجهاز ومثل ما تشوفون المحرار والنتائج أمامكم حرارة الجهاز وصلت إلى 37 درجة والبطارية نزلت إلى 59% وهي تصور صار أتكون فكرة عن اختبار الجهاز بالألعاب وحرارته واستهلاك البطارية تعالوا هسا خلنا نشوف نظرة سريعة على التصميم مثل ما تشوفون الجهاز تصميم أن يلقوا جميل مثل ما معدتنا شاومي صح الظهر والأطار من البلاستيك لكن الفينيش ممتاز شغلة اللي ما أعجبتني بصراحة هي التبصيم اللي موجود هنا بالظهر مجرد نخلي إيدك يبصم عندك فانا ساكن تستخدم الكفر اللي موجود بالباكيت حتى هالبصمات والطقاء تروح أيضا من الميزات المهمة اللي وافرتها شاومي بهذا الجهاز إنه الجهاز يدعم لك مقاومة عدال المي بمعيار الـ IP53 لكن مضغمرة بالمي لا مثلا مطرة صغيرة يواقع نقاط على الجهاز ما رح يصطير به شيء ما رح يخرب لكن مضطب بالمسبح وتخليه بجيبك وتقول عطل أنا قلت لك المهم هنا عندك بصمة جانبية مدمجة بزرعة تغير الجهاز أداها سريع وحلو وسريعة الاستجابة ما شفت البطء أو لا أيضا الجهاز يدعم لك بصمة الوجه الجهاز مسكته مريحة بالإيد بفضل الأطار رفلات اللي موجود من كل اتجاه سواء الأطار أو الظهر أيضا إذا هشوفون هنا بروز الكاميرات خفيفة مطالع هواية عن ظهر الجهاز وأيضا إذا هتخلي الكفر الشفاف اللي موجود بالعلبة أيضا رح تقدر تخفي هذا البروز الخفيف وتحافظ على العدسات ومدام جبنا طار الكاميرات تعالوا خلو نشوف العدسات اللي موجودة هنا هنا عندك 3 عدسات مثل ما شوفوها بالظهر كاميرا أساسية وهي الأهمة برأيي دقاتة 50 ميجابيكسل متحسس سوني الأحدث لا ام اكس 766 لكن القبزة الشبيرة اللي صارت بهذا متحسس هو دعم للتثبيت البصري صراحة الصور اللي حصلت من هذا متحسس رهيبة وممتازة جدا سواء من ناحية الألوان سواء تشبعها سواء من ديناميك رينج حتى الصور بالوضع الليلي كانت ممتازة أيضا هنا عندك كاميرا ألترا وايد دقاتة 8 ميجابيكسل وبزاوية تصوير 120 درجة صراحة الكاميرا تقدر تعتمد عليها لكن ما تعتبر أفضل شي موجود كاميرا ثالثة الماكرو دقاتة 2 ميجابيكسل لتصوير الأشياء القريبة جدا ودعم أمن المعالج رح تقدر تصور فيديوهات بجهاز أقل من 400 ألف دينار عراقي بدقة 4K بسرعة 30 أطار بالثانية أيضا عندك هناك كاميرا دقاتة 16 ميجابيكسل الصور منها محترمة ومقبولة لكن تقدر تسوي عليها تعديلات شوية البيوتي هنا طاغية على الصورة لكن تقدر تطفيه من خلال الأدادات قبل أن تأخذ الصورة أيضا صور بورتري شفتها مقبولة وحلوة لون البشرة لكن تقدر تستخدم برامج تعديل الصور حتى تطلع بنتاج أفضل وأحلى أصدقاء هنا سنجي على سعر الجهاز الجهاز توفر بس وقنا بشكل رسمي بسار 269 دولار نسخة ثمانية 156 جيجابايت يعني تقريبا ما يعادل 390 ألف دينار عراقي الجهاز يقدم لك شاشة ممتازة ومعالج أداء رهيب وبطارية عملاقة وشحن سلكي سريع ممتاز أيضا سماعات حلوة وجميلة كلها بسار 269 دولار أعتبر بصراحة صفقة رابحة وممتازة حتى واجهة شامي خلال تجربتي هوايا ناس تشكي من عندها بصراحة تجربة كانت مرضية بالنسبة لي ومشفت أي لاقات أو تعليقات طبعا أنا وعدكم وإن شاء الله قد وعدي أنه سوي لكم فيديو عن واجهة شامي جديدة 114 إن شاء الله خلال أيام قليل القدمة فهنزلكم فيديو بالتفصيل على الواجهة الجديدة وشن الميزات اللي ضافتها شامي وشن التحسينات اللي صارت على هاي الواجهة هذا كل ما عندي فيديو اليوم أتمنى استفاديتهم من عنده وإذن عرفته بشكل كامل بتفصيلي عن هذا الجهاز لا تنسونا من اشتراك وتابعونا على كل صفحتنا كل الروابط موجودة بالوصف أسفل هذا الفيديو شكرا لكم وشكرا لحسن المتابعتكم وإن شاء الله أشوفكم في الفيديو الجاي في أمان الله